اشتركوا في القناة وبحث الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتقارير التي عدتها الأمانة العامة للجامعة والمتعلقة بتعزيز مسيرة التعاون العربي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمالية والإدارية وفي مقدمتها تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين التاسع والخمسين بعد المائة والستين بعد المائة كما ناقش الوزراء عدد من القضايا السياسية المهمة من بينها القضية الفلسطينية والشؤون العربية والأمن القومي والشؤون السياسية الدولية والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب وغيرها من القضايا الملحة على الساحة العربية والإقليمية والدولية كما شارك سعادة وزير الخارجية في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية والتي ترأسها المملكة العربية السعودية واجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بالتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية التي ترأسها جمهورية مصر العربية وقد صدر عن اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري عدد من القرارات المتعلقة بالعمل العربي المشترك ودفع مسيرة التعاون المشترك نحو مزيد من الترابط والتكمل وتأكيد مواقف الدول العربية تجاه مختلف التحديات والقضايا الإقليمية والدولية وتعزيز جهود الدول العربية للحفاظ على أمنها واستقرارها وتحقيق تطلعات شعوبها للنماء والازدهار